محبا كمان اتواجه بنصيحة للزوج قبل ما تفكر بزوجة ثانية عشان تكسر ملل وروتين الزواجك الاول او عشان والله العلاقة الزوجية تفكر انك تبذل جزء من هالمجهود اللي انت طالع فيه لبرة لزوجتك الثانية جربت صلح فيه وتجدد علاقتك مع زوجتك الاولى اذا والله فشلت اوكي لكل حادث حديث بس هي المشكلة انه الرجل في بعض الاحيان بيكون اناني بفكر فقط في مصلحته بفكر فقط في رغباته بينسى انه زوجته كمان عندها متطلبات كمان عندها رغبات ما بيحاول يبدل اي مجد اذا شيء فشل او في بعض النواقص في زواجه او في حياته الزوجية ما يحاول الروح يصلحها طريقة تفكيره انه خلاص بخليها وبروح بدور على حل من برة لا جرب داخليا اول مجرد نصيحة يعني ليش ما تعتبر زوجتك صاحبتك صديقتك الصاحبة ترسل لها ورد تقول لها كلام حلو يكون فيه مواعدة بينك وبينها يعني جرب وجرب وتصلحوا داخل البيت مو دايما التفكير في التصليح بيكون في التبديل او في التغيير غير من نفسك غير من نفسك داخل بيتك في بعض الحالات انا مش ضد التعدد وزي لكن انا مع التعدد بشروط وانا ضد انية الرجل لان انا فعلا اؤمن انه الرجل اناني وما بيفكر الا في مصلحته فكر في اطفالك فكر في قهر زوجتك فكر في مشاعرها فكر انه انت كمان يمكن ما بتلبي كل طموحاتها وكل احلامها وكل رغباتها فكر بكل هالامور ملاك على هيئة انسان رح عرفكم على شخصية رائعة من الكويت اسمها شيماء رح خليه يتكلمكم عن قصته هي اكثر من صدق هل تكون قدوا لنا جميعا شاء الله يعني كلكم عارفين طبعا عن مبادرة صناعة الامل اللي اطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد العام الماضي وهذه السنة الدورة الثانية في كلامنا واعم استضفنا صانعات امل من الوطن العربي من بينهم شيماء اللي من شوي يعني سويت معها مقابلة مختصرة صراحة نماذج قمة في الايجابية يعني الحلو انه احنا دايما نتهم شبابنا وشباتنا بينهم سطحيين انه ما عندهم اهتمامات مفيدة ويمكن بعض هذه الظواهر ظهرت لنا في السوشال ميديا فجميل انه نشوف هذه النماذج الايجابية الرائعة اللي حابة تغير انه مو بس تغير في نفسها قادر على تغيير او احداث تغيير في مجتمعاتها والاهم انها بتحول مشكلة شخصية او تحدي شخصي الى يعني تجربة ناجحة وتجربة مليئة بالامل والتفاعل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة